اثناء العمل مع الكسال 2013 اي واحد مننا يمكنني ارتكب اخطاء امر عادي مثلا لكنا محتاجين اختيار صف تالي لمسح الخانات تالية وعن طريق الخطاء اختارنا الصف ككل وضغط على الزر سبخيمة اذا باش نرجع للمعطيات السابقة اللي كانت عندي ونحدد هاد المرة عدد الخانات اللي بغيت نحدف فيكفي انتقل لبغضو تيكسي غابيد وهنا اعتنا الزر عن يولي وكيظهر لنا معاه معلومة كاتشير للاخر عملية قمنا بها بالنسبة لنا هنا هي ايفا سي ايضا اختصار لوحة المفاتيح ديل هاد الزر هو الزر كوندخول زيت اذا غنقوم بالضغط على هاد الزر وغنرجع للمعطيات اللي قمت بحدفها الزر عن يولي ما كيمكنناش فقط من الرجوع الاخر عملية قمنا بها بل اكتر من ذلك لضغطنا عليه كتفتحنا هادنا في ذلك كتعرض لنا العمليات اللي قمنا بها الى انتقلت ما بين هاد العمليات فهاد القائمة كنلاحظو انه كيتم تغير لونها وبالتالي لاختارناها وضغطنا عليها غيتم حدفها وغنرجع للعملية اللي قبل منها فمثلا لو قمت بتحديد العمودين التاليين وقمت بتبط لهم مثلا نختاروا اللون التالي ونردو الناس ديالنا en gras ونختاروا ليه اللون التالي يمكن ليا ايضا نضيف بعض المعلومات سواء ارقام او اسماء اذا الان نرجعنا للزر عن يولي وضغطنا عليه فكتظهر لنا هاد القائمة اللي كتوفر على اخر العمليات اللي قمنا بها عنا في عسيزي دو بوليس غرا فوغمات سيلون وغيرها الان ما عليها الا نختار يأما نحدد الرجوع لمستوى معين او نحتفظ بالمعطيات ديالي بشكل اللي هي عليه ايضا جميع الاعدادات اللي تنقوموا بها كيتم الاحتفاظ بها في القائمة اخرى في الزر غي تابليغ لا ضغطنا على هاد الزر كتظهر عندنا لائحة الاعدادات اللي قمنا بحث فيها وهنا يمكننا اختيار العمل اللي بغينا نقوم باعادة تطبيقها من جديد وكان نضغط عليها اختصار لوحات المفاتيح ديالها الزر هو كونتخولي غراك الزر غي تابليغ كي يساعدنا مشكل كبير بحيث ملكا رتكبو اخطاء مثلا حدفنا او لا دفنا معلومة معينة فيمكننا نرجع اي عمل يقومنا بها بمجرد الضغط على الزر غي تابليغ او لا اختصار لوحات المفاتيح كونتخولي غراك اذا العمل بميزة انويلة وغي تابليغ في الكسل 2013 جدا مهم بحيث كانت مكنو من ارجاع اي عمل يقومنا بها بالضغط على الزر غي تابليغ او لكونتخولي غراك او لا نقوموا بحدف اي عملية بالضغط على الزر غي تابليغ او لكونتخولي زيت اشتركوا في القناة